تعتبر جائزة فالس أكبر جائزة تقدم في حق علماء الرياضيات لأهم الاكتشافات الرياضية وهي مكافئة لجائزة نوبل للفيزياء قدمت أول جائزة فالس سنة 1936 وتقدم بعد كل أربع سنوات لكل شخص اكتشف وحل مساء الرياضية أو فيزيائية ويجب أن يكون عمر الشخص المكتشف أقل من 40 سنة وغالبا ما تقدم الاكتشاف أو حل غاية في الأهمية أول من اقترح فكرة جائزة فالس هو علم الرياضية الكندي جون فالس سنة 1923 وهي تحل مكان جائزة نوبل لأنه لا يحصل الرياضيين على جائزة نوبل وتخصص جائزة فالس قيمة مالية للفائزين قدرها 15 ألف دولار كندي بالإضافة إلى شهرة واسعة بين لجنة العلماء وهي مفتاح للحص على أرقى المناصب الخاصة بالرياضيين جائزة فالس منحت أيضا لفيزيائي حل مساء الرياضية عن طريق الفيزياء هذا العالم اسمه إدوارد ويتل يعني يمكن للفيزياء حل مساء الرياضية أكثر تعقيدا لكن ليس هذا فحسب بل حتى يمكن للرياضيين حل أعقد المسائل في الفيزياء وهذا ما قام به أحد العلماء الحاصلين على جائزة فالس لهذه السنة 2022 حل مسألة فيزيائية قديمة وهذا الحل سيؤدي إلى تقدم خيالي في الفيزياء الإحصائية وفيزياء المواد لنتعرف معنا على معطاية خلف جوائز فالس لسنة 2022 وما هو موضوع كل جائزة وهل يستحقها العالم أم لا كل هذا بعد الفاصل لكن قبل أن نبدأ لا تنسى دعم الفيديو بإعجاب ونشر المقطع مع أصدقائك قدمت جائزة فيتس لسنة 2022 لأربع علماء الرياضيات أولا قدمت فيتس للعالم هيغو ديميلين كوبين لحل مسائل قديمة في نظرية الاحتمالات التي بدورها حلت مسائل هامة في التحولات الطورية أو فالس ترونزيشن في الفيزياء الإحصائية الخاصة بثلاث أبعاد وأربع أبعاد لشرح المسألة بشكل جيد علينا التعرف أولا على نموذج في الفيزياء الإحصائية يسمى بنموذج إيزين هذا النموذج يدرس المادة وخاصيتها وخصوصا التفاعل بين ضارات المادة وهو أفضل نموذج تم توصل إليه لدراساتها الخاصية المناطسية لأي مادة كيفما كانت وهذا النموذج يدرس المادة على شكل شبكة من الضارات عن طريق المقدار الفيزيائي إتش الذي يسمى بالأملتونيان وهو عبارة عن طاقة يعني مجموعة الطاقة الحركية وطاقة الوضع من المفهوم الكمي والأملتوني إتش الخاص بهذا النموذج يكتب على هذا الشكل بحيث جي تابتة التفاعل الخاصة بالمادة المدروسة وإتش هنا حق المغناطسي خارجي مطبق على المادة المدروسة وإس إي إس جي هي قيمة سبين لكل جسيم ونجداء إس إي في إس جي يعني التفاعل بين سبينات الضارات في هذه الشبكة فمثلا لو اخترنا شبكة من الضارات فلكل ضارة سبين أو لف إس إي من إس واحد إلى إس آن بحيث آن هو عدد الضارات في هذه الشبكة فاللف أو سبين يمكن تشبيهه بدوران الضارة حول نفسها لكنه يشبه الضاران وليس الضاران وهو خاصة فيزيائية تميز كل الجسيمات الكمية مثل الكتلة حيث لكل جسيم كتلته ولكل جسيم سبين خاص به يعني لو اخترنا شبكة من الضارات بدون حق مغناطي سي إتش سيكون شكل الأميلتوني كالتالي يعني يتعلق فقط بسبين الضارات ويمكن نشره بشكل مبسط كالتالي حسب نموذج إزي السبين إيس إي يأخذ قيمتين هما واحد ونقص واحد يعني يمكن إنشاء شبكة من السبينات بالإشارة زائد واحد والإشارة نقص واحد هذا الشبيب بالقول بأن منح ضوارة الضارة ذات السبين واحد هو معاكس لملح ضوارا الضارة ذات السبين نقص واحد وقيمة إتش تحدد الهيئة المغناطيسية للشبكة المدروسة ولكن عند إضافة هذا الطرف ستكون الضارات في الشبكة خاضعة لحق الخارج مغناطيس إتش فمن خلال نموذج إيزينج نستطيع تحديد العديد من الخصائص الفيزيائية الخاصة بالمادة فتم حل نموذج إيزينج بنسبة لشبكة من الضارات مصففة في بعد واحد فالحل الخاص بالبعد الواحد هو العطور على الطاقة حرة مصحوبة بحرارة تسدر من أي ذرة وأيضا يشرح هذا الحل انتقال الطور من حالة فيزيائية إلى حالة فيزيائية أخرى ونفس الشيء بنسبة لبعدين حصل الفيزيائيين على حل النموذج لكن المشكل الذي استغرق وقت طويل بدون حل هو ما حل النموذج في ثلاث أبعاد وأربع أبعاد فانتظر العلماء منذ سنة 1925 تقريبا حتى سنة 2020 ونشر علم الرياضيات هيجو كوبين هذه المقالة والتي فصل فيها حل نموذج إيزينغ في ثلاث أبعاد وأربع أبعاد فاستخدم برهان طويل حتى وصل إلى الحل سأضع رابط المقالة في صندوق الوصف لمن يرغب في التعرف أكثر على الحل يمكنني أن أفصل في حلقة أخرى هذا الحل لنمر الآن للجائزة الثانية الجائزة الثانية قدمت لجوان هو بسبب ربطه لنظريت هوج مع التركيبات وأيضا قام بإثبات العديد من الحدثيات مثل حله لحدثية دولينغ وينسون وأقوى حدثية ليماسون وأيضا حدثية هيرون روتا وقام بتطوير معادلات لورينزيان ربما سأخصص حلقة خاصة أشرح في هذه الحدثيات معنا لكن سأناقش في هذه الحلقة كيف ربطت جوان هوج نظرية هوج مع التركيبات فالتركيبات هو علم أساس نظرية الاحتمالات فمثلا العامل أو المضروب هو خاصة ضمن التركيبات فمثلا إثنان عامل هو عدد إمكانيات تغيير مكان كورتين وفي هذه الحالة هذا الإمكان يساوي إثنان وعدد إمكانيات تغيير مكان ثلاث كورات هو ستة لأن ثلاث عامل يساوي ستة أما نظرية هوج فهي تقف على مفهوم الكومولوجيا كومولوجية دوراما يعني تقف على مفهوم طبولوجي يمكن نشرحها ببساطة يمكن إنشاء على كل منطوي أو فضاء آم دالة تفاضلية دي وهذه الدالة التفاضلية هي تعميم المفهوم للشيقاق بحيث يمكن إنشاء الدالة التفاضلية حسب درجاته من واحد اثنان إلى آن درجة بحيث آن هو بعد الفضاء وكل درجة بين واحد وآن نرمز لها بP ونرمز الدالة التفاضلية بهذا الرمز DP التي تشكل فضاء مصحب للفضاء آم يسمى بفضاء الهيئات ويرمز له بالرمز أوميغا ونكسب DP تمر من أوميغا P إلى أوميغا P زائد واحد يعني الدالة التفاضلية تمررنا من فضاء الهيئات P إلى فضاء هيئات P زائد واحد أعلى منه فالدوال التفاضلية DP تحتوي على الصور تنتمي لفضاء يرمز له بP والتحتوي أيضا على دوال معتدلة تنتمي لفضاء النوات زاد من خلال فضاء النوات زاد نستطيع إيجاد فضاء جزئي ضمن زاد نرمز له بH بحيث تكون له هيئة شبهة بالفضاء B ونرمز لهذه الحالة بهذا الرمز يعني الفضاء H يحقق خاصية زاد وبي معا وH في هذه الحالة يسمى بكومولوجيز دوراما وهو الذي يحقق مبارهنة هوتج والتي تكتب كما يلي بحيث P و Q عددين يتغيرا من 1 إلى N بشرط أن تكون المنطوي M لها خاصية منطوية كالر وإسقاطية أيضا شرحت سابقا هذه المفاهيم في فيديو حد سيس هوتج راجع الحلقة ولكن هذه العلاقة كأنها مفتاح لإنشاء فضاءات كومولوجيا انطلاقا من جمع فضاءات كومولوجيا أخرى تابعة لمنطوية كالر أيم عن طريق عددين من درجة فضاء الهيئة أوميغا بي الذي يتحرك عن طريق التفاضل يعني درجة التفاضل تستطيع إنشاء فضاءات جديدة وهذا مهم في الرياضيات وهو شابه باكتشاف الفيزيائيين لجسيم جديد عن طريق تفع الجسيمين أو تشكل جسم بيولوجي من تراكب خلايا صغيرة وبهذا احتاج الرياضيين لنوعين من المعلومات لتتبع إنتاج فضاءات تفاضلية المعلومة الأولى هي هيئة الفضاء وهي اللبنة الأولى لإنشاءه والتي نرمز لها برمز أوميغا والمعلومة الثانية هي العملية التي تنشئ كل الطبقات في هذا الفضاء والتي هي التفاضل ديبي مع ترعلي هودغ هو وجود هيئات أوميغا لا تخضع للتفاضل ديبي وتكتب على شكل ديبي أوميغا يساوي السفر هذا معناه أن العملية ديبي لا تستطع حمل اللبنة أوميغا ووضعها على طبق أخرى وهذا مهم جدا لأن هذه الكتابة هي أساس اكتشاف جسيمة جديدة في فيزياء الجسيمات فهذه هي لمحة عن نظرة هودغ والتي لعلق لها بالتركيبات لكن هذا العالم جوان هو وجد رابط بينهما وربما هذا سيسهل منستقبلاً اكتشاف حل حدثية هودغ أصعب مسألة في التاريخ هذه ما قالت العالم جوان التي شرح فيها البرهانة سأضعها في صندوق الوصف فهناك الكثير من المعادلات للوصول إلى ربط عالم هودغ وعالم التركيبات لكن سأشرح الفكرة باختصار شديد لو كانت اللبنات أوميغا هي وحدة الفضاء فكيف يمكن حساب إمكانية وضع كل لبنة أو هيئة أوميغا في موضع معين من المنطوة أهم بواسطة العملية ديبي فالجواب كان هو الربط بين عالم الإمكانيات أو التركيبات مع هيئة هودغ لنمر الآن للجائزة الثالثة التي كانت من نصيب عالم الرياضيات ماينارد الذي قدم تقدم كبير في مجال نظرة العداد وخصوصا لمساهماته في إيجاد بنية رياضية جديدة لفهم توزيع العداد الأولية وبهذا سيكون هذا العالم نقش اسمه في التاريخ بجارب نخبة من العلماء الذين قدموا لنظرة العداد الأولية فما قام به العالم ماينارد هو الدراسة توزيع العداد الأولية وكيف تتغير المسافة بين عددين أوليين في مجال عدد كبير جدا فلاحظ أنه في المجال الكبير جدا يعني عند العداد الضخمة للغاية العداد الأولية تبدأ في التناطر والتباعد عن بعضها البعض وخلال محاولاته لتفسير هذا التباعد أعتر على خاصية مهمة تشمل العناقذ الأولية كلاستر برام وهي أنها لا نهائية فكل عدد أولي بي يسمع عنقود أولي إذا وفقت إذا كان كل عدد صحيح زوجي موجب أصغر من بي ناقص اثنان يمكن كتابته على شكل فرق عددين أوليين كي وكي فتحة بحيث العددين معا كي وكي فتحة أصغر من بي فمثلا 23 هو عنقود أولي لدينا 23 ناقص اثنان يساوي واحد وعشرون فالعدد الزوجي الأصغر من واحد وعشرون هي كالتالي اثنان أربعة ستة تمانية عشر اثنى عشر أربعة عشر ستة عشر تمانية عشر عشرون ويمكن كتابة هذه الأعداد بالفعل على شكل فرق عددين أوليين وهذه هي كتابتها فلاحظ العالم ماينارد أنه باستخدام هذه العناقيدة الأولية نستطيع تحديد توزيع العدد الأولية فوجد هذه العلاقة بحيث ستابتة وبين زائد واحد وبين هم عددين أوليين متتاليين وماكس هنا يعني الفجوة القصوى أو المسافة بين العددين الأوليين فمثلا المسافة بين العددين الأوليين اثنين وثلاثة هي واحد لأن ثلاثة ناقص اثنان يساوي واحد والفجوة بين العددين الأوليين المتتاليين سبعة وثلاثون وواحد وثلاثون هي ستة لأن 37 ناقص 31 يساوي 6 وتشير هذه العلاقة إلى أن القيمة القصوى للفجوة بين عددين أوليين يكون أكبر دائماً من هذه القيمة في هذا الطرف بحيث X هو عدد يحدد مجال دراسة العددين Pn و Pn زائد واحد وبهذه العلاقة ظن بعض الرياضيين أنها ستكون البداية بداية لحلوز ترتيب العدد الأولية الجائزة الرابعة قدمت للعالمة ماريانا فيازوسكا لأنها قامت بإثبات سنة 2016 أن الشبكة A8 التي تم إسقاطها في 8 أبعاد تتوافق طبولوجياً مع كورا في 8 أبعاد وما قامت بإثباته يشبه قليلاً مبارهنة بيرلمان أو حدثية بونكاري لكن دعنا نتعرف على المعطاية العلمية خلف ما قامت به هذه العالمة الشبكة A8 هي شبكة تنتمي للفضاء الحقيقي R8 ب8 أبعاد وهذه الشبكة ليست فضاء عادي بل هي زمرة أو جروب فالزمرة هي فرع رياضي يدرس التماثلات والمجموعات التي تشكل التماثل وباختصار الشبكة A8 هي زمرة تتكون من 8 إحداثيات أو 8 متغيرات والشرط في هذه الإحداثيات التماثية هو أن يكون مجموعها وعدد صحيح زوجي وهناك العديد من الخاصية الأخرى الهامة بالنسبة لهذه الشبكة وهناك أنواع عديدة من الشبكات في الرياضيات بل وحتى يمكننا تمثيلها بأشكال منطقية وهذه بعض الأمثلة وفي هذه المقالة استطعت ماريانا من التوصل إلى طريقة لتمثيل الشبكة A8 على شكل كرة في 8 أبعاد فالحيلة الذكية التي استخدمتها هي انطلاقها من حجم كرة في أي بعد كيفما كان يعني بالـ D بعد والذي يكتب على هذا الشكل فبتعويض D8 نستطيع إيجاد 8 أبعاد بحيث D هو بعد الكرة وR هو شعاعها وهذا الرمز هو الدالاقاما المعروف على أنها تعميم للعامل وقامت أيضا بالبحث عن طريقة ما لإنشاء حجم الشبكة A8 وكانت من بين الطرق المؤدية للحل وإستخدامها لتحويلة فري وحساب التكامل فتوصلت بهذا إلى وجود حجم إسقاطي للشبكة A8 مطابق لحجم الكرة في 8 أبعاد هذه لمحة عن أشغال الحاصلين على الفيلس لسنة 2022 فحقا كله أعمال كبيرة للغاية ومهمة في الفيزياء والمعلوميات وغيرها من الفروع الأخرى لكن صرح عدد كبير من النقاد إلى أن العالمة ماريانا لم تقم بعمل كبير جدا لأنها حصلت على الجائزة بسبب الأزمة الأوكرانية لأنها من أصل أوكراني واستدلوا على ذلك بأعمال كبيرة أخرى لبعض العلماء الآخرين الذين لم يحصلوا على الفيلس لهذه السنة ما رأيكم هل ما قامت به ماريانا يستحق حصولها على الفيلس للرياضيات اكتبوا آراءكم في تعليق ولا تنسوا اقتراح مواضيع للحلقات المقبلة إن شاء الله